أيضا من التقارير المهمة اللي عايزة تكلم فيها مع حضراتكم تقارير لموقع أوبتا العالمي وهو موقع متخصص في التحليل أداء اللاعبين والبيانات موقع أوبتا صلت الضوء على مرموش مع سعب سبع مواهب إفريقية تستحق المشاهدة تحت عنوان تمن لاعبين أقل شهرة يجب متابعتهم في كأس الأمم الإفريقية ضم التقارير تم اللاعبين كريم كوناتي لاعب منتخب كودفوار ونادي ريدبول ساليسبورد وسيروه جراسي لاعب منتخب غينيا ونادي شتوتجرد الألماني وأدامو ناجالو لاعب بوركينا ونورشيلاند الدنماركي وبلال الخانوس لاعب منتخب المغرب وشيء وجينك البلجيكي ويعقوبة لاعب منتخب جامبيا وفينورد الهولندي وجيني كاتومبو لاعب منتخب موزنبيق ونادي سبورت انجليش بونا بالإضافة للاعب منتخب مصر عمر مرموش ووصفت منصة أبتا عمر بأنه لاعب بمثابة نسمة الهواء المنعش بالنسبة للغير متابعين للدولة الألمانية يعني الموقع بيقول أن عمر مرموش هو النسمة الحلوة للي ما بيتفرقش على الدولة الألمانية كما أشارت أيضا إلى أن عملية الدفع بمرموش عملية أساسيا مع المنتخب الوطني ليست مضمونة لذا على اللاعب تحقيق الاستفادة القصوى من أي فرصة تتاح له لإثارة الإعجاب خاصة أن المستوى الفني الذي يقدمه مع انتراخت فرانكفورت يشير إلى القدرة على إحداث الفارق في المباريات يعني مرموش الحقيقة من اللاعبين الجيدين جدا والكل بيعتمد عليهم والكل بينتظرهم وكلنا كنا شايفين أنه هم حيؤدي بشكل رائع في هذه البطولة ربنا يكرموا في المباريات اللي جاي سواء لعب أساسي لعب أو نزل في أثناء سير المباراة نتمنى له رب هو وكل زميل في منتخب مصر كل التوفيق